احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اما بعد احبتي في الله سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد الله عز وجل اختر رسوله صلى الله عليه وسلم ليكون خاتم للنبيين ثم من فضله سبحانه وتعالى ومنه وجوده وكرمه ان اختار له اصحابا على مستوى تلقي الرسالة من المعصوم صلى الله عليه وسلم يعني الصحبة اختيار يعني الصحابي هذا مختار من الله عز وجل لنصر دينه ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم وحيلا انت تقرأ عن قصص الصحابة تشعر انك تقرأ عن اساطير خيالية مع انها مثالية واقعية كانت موجودة في المجتمع السؤال المطروح هل بعد هذه التقنيات والتواصل والعالم اصبح حارة صغيرة او ميدانا صغيرا او شارعا صغيرا او قرية بسيطة صغيرة هل نستطيع بأساليب التربية الحديثة وهذه البرامج التي تصدع بها رؤوس العباد اللي مش عارف الطاقة طبعا يعني لا يسألني احد ما رأيك في علم الطاقة الطاقة النووية في السلم شيء طيب جميل يعني لكن مسألة علم الطاقة والعلاج بالطاقة والتنمية البشرية والمش عارف اللايف كوتش هذه الاسماء الكبيرة سبحان الله طب اللي هي عليك كل هؤلاء يقدروا يطلعون لنا كده ينتجون لنا عمير صغير كعمر ابن الخطاب يعني عمر ابن الخطاب ليس عمير لا عمر ابن الخطاب هذا يعني مجموعة عمر رضي الله عنه وارضاه لكن هل البيوت والمناظرين وعلماء الاجتماع وعلماء النفس وهم بفضل الله سبحانه وتعالى حتى في بلادنا العربية اكثر من ابتلاء الامة يعني الحمد لله يعني عدتهم اشد من هموم الامة او اكثر يعني هل يستطيعون يعني تنشأ الجيل يعني يقولون كلاما في الدورات يعملوا دورات يقولوا انت ضعيف الشخصية يقول نعم لا بعد هذه الدورة سوف تكون شيء مميز قل عشر مرات انا سبع انا سبع انا سبع انا يفضل يقول انا سبع يخرج خارج الغرفة بعد ما يدفع الفلوس الدورة اللي يدفع فيها يجد نفسه ارنبل لا اله لا واين التعليم قضية ليست قضية ده مش حقنة شجاعة الدهالو اتنين سنتمتر في العضل او في الوريد او تحت الجلد يصير ليثا ويصير نمرا يا اخواننا القضية تريد ليست حضرات وندوات قضية عايزة تربية من البيوت وتربية من الاعلام وتربية من المدرسة وتربية من الجامعة الذي يريد ان يستحضر في بيته طفلا يكون في المستقبل ان شاء الله هو سلالة عمر بن الخطاب وخليفة عمر بن الخطاب وخليفة الصحابة الغرر الميمين عليها ان يبذل مجهودا لان الرجل لما الشاب تزوج وبعدين حملت زوجته فذهب للمعلم اياما كان المعلم فاهم القضايا قال له يا سيدي اريد ان تعطيني خريطة طريق كيفية تربية ابني هو لسه الولد لسه في بطنهم قال يا ولدي لقد تأخرت كثيرا انت قد تأخرت القضية عايزة اختيار ام والام تختار اب او يعني بنت تختار شاب صالح واسرتها واسرة الشاب بتختار الاسرة ينشأ هذا الولد او هذا الشاب او هذه البنت في محضن متوازن محضن احنا مش عايزين خريجي مدرسة العهات مرة اخرى جامعة العهات تعدنا منها نحن نريد جيلا سويا جيلا راقيا جيلا ملتزما بدينه وبقيمه جيل منتج كيف بالاجتهاد وان يتعاون الجميع مع بعضنا البعض اما ان نضحك على الجيل باشياء ما انزل الله بها من سلطان فلقد ضيعنا الامانة وهذه امانة في اعناقنا فهل يترى السؤال نستطيع في بيوتنا الان ان ننتج سلالة لعمر رضي الله عنه والصحابة الغرر الميمين يعني اقول وان كانت الصحبة اختيارا لكن التنشاة الجيل على الاستقامة والعطاء والبذل والاجابية ليس شيئا مستحيلا ولكنه صعب ولكن اذا بفضل الله عز وجل طرقنا الباب ورتبنا الامور وعملنا دراسات جدوى قوية والكل اجتمع على ان بقاء هذه الامة ببقائها مع دينها ان شاء الله رب العالمين سوف نحصل على احسن النتائج اللهم هدنا لأحسن الاخلاق لا يهدي لأحسنها الا انت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة